فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية نستدرك على العبارة السابقة أن لما كانت أعمال القلوب مرتبطة مع أعمال الجوارح والعكس أعمال الجوارح مرتبطة مع أعمال القلوب ففي هذا رد على من يعملون المعاصي والسيئات وإذا نصحوا قالوا الدين في القلب الدين في القلب يعني أما أعمال الجوارح فلا تدل على شيء لأن الدين في القلب وربما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم فلا شك أن القلب أنه هو الأصل وهو المدار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضاهرة صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لكن نقول الأعمال السيئة بالجوارح والأعمال الظاهرة تدل على فساد القلب لأنها صادرة عن إرادته صادرة عن إرادة القلب فالإنسان لا يتحرك إلا بإرادة قلبه وبقصده في قلبه فأعمال الجوارح مرتبطة بالقلب إن كانت طيبة فارتباطها بأعمال القلب الطيبة وإن كانت سيئة فارتباطها بأعمال القلب السيئة لنا أن نقول الشيخ أيضا كما أن الإيمان يكون في القلوب وكذلك النفاق كما في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبه لا في شك النفاق يكون بالقلب ويكون بالأعمال أيضا الآية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد أخله وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدروا هذه أعمال ظاهرة لكن مصدرها من القلب لأنه ليس فيه إيمان أو فيه إيمان ضعيف إذا كان النفاق عمليا فيكون مع الإيمان الضعيف وإذا كان النفاق اعتقاديا فلا يكون معه إيمان أصلا حسن الله إليكم قال رحمه الله وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة العبارة لا الأولى قالوا هذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهم ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يجب للقلب شعورا وأحوالا كما ذكرنا